السلام عليكم اليوم معنا حل مشكلة تعرض Malwarebyte مع Advanced System طبعا انا عامل هلأ تسجيل خروج من Malwarebyte فاذا شغلت Advanced System رح يشتغل عادي ولكن بمجرد شغل Malwarebyte رح يخوم بحزفه كليا طيب لحل المشكلة لو كان شوي طويل الشرح تابع معي بس لتفهم الموضوع طبعا متل ما شفتوا انا عامل تسجيل خروج من Malwarebyte وفتحت برنامج Advanced System اشتغل معي ما في اي مشكلة طبعا في مجرد تشغيل Malwarebyte وفحص رح يقوم بحزف البرنامج بالكامل طيب خلونا نجرب هلأ شوي شوي بس لتفهم طبعا طبعا هذا بنطبق على جميع البرامج اللي انت تسغ فيها الروح لوحدة العزل واحزف كل شي مشان ما يصير فيه خربطة بين Advanced System وبين الفيروسات يلي حازفها Malwarebyte بنروح للعدادات بعدين استثناء بعدين اضافة استثناء بعدين ملف او مجلد استثناء ملف او مجلد بعدين بنختار اختار مجلد طبعا رح ينقننا هو على الكمبيوتر هلأ نحن بدنا نروح على قرص C مكان ما محفوظ البرنامج ونروح على 86 ونروح على مجلد البرنامج وبنحطه بقائمة الاستثناء كامل وبنحط مجلد جديد وخلاص هيك رح يقوم البرنامج باستثناءه وهيك رح يقوم برنامج Malwarebyte باستثناء البرنامج ولكن ما رح يستثني الايقونة الايقونة ما رح يستثنية رح يستثني البرنامج ولكن الايقونة ما رح يستثنية طيب حتى نستثني الايقونة نعمل فحص طبعا انا مقتصر من الفيديو حطنا ما يطول الفيديو اكتر من هي هلا مثل ما شفت انت هلا مجرد انا اعطيته وحدة العزل رح يحزف لي الايقونة طبعا انا اضغطت على وحدة العزل طبعا مثل ما شفت انت حزف الايقونة ولكن مجلد البرنامج لسه موجود كامل نرجع معا مرة تاني نعمل الاستعادة طبعا مثل ما شفت انت ردنا استعدنا البرنامج اللي نعمل فحص نختصر من الفيديو طبعا مثل ما شفت انت رد رجع جابلي ايقونة البرنامج مرة تاني بنضغط على التالي طبعا منشيل اشارة الصح ونضغط على التالي هلا فيه تجاهل دائم وتجاهل مرة وحدة هلا لو اعطيت تجاهل مرة وحدة رح يتجاهل بهذه المرة اللي انت فحصت فيها ولكن المرة التاني رح يحزفو للبرنامج بنرد بنعمل مرة تاني فحص طبعا انا بختصر من الفيديو مشان ما يطول الفيديو كتير طبعا مثل ما شفت انت هون اجاب لي رقم واحد انه موجود عندك ملف غير مرغوف فيه بعطيه التالي بشير اشارة صح بعطيه التالي بعطيه التجاهل دائم بعطيه تجاهل دائم وخلص هيك يعني في المرة التانية وفي المرة التالتة لو عملت فحص خلص رح يتجاهل البرنامج وملفات البرنامج طبعا لا لو شغلت البرنامج هلا ما رح يأسر ابدا على البرنامج لانه نعطته تجاهل دائم يعني كامل اول في مجرد انك تشغل البرنامج عم يقوم بيحزفه طبعا انا هلا بعمل فحص خلصة لابي اللي ما عندك شي كله تمام وضعك كله تمام طبعا متل ما شفتو هلا انتو خلص بيقلي ما عندك شي انت وضعك كله تمام وهيك بيكون حطينا المجلد والايقونة بالاستثناء طبعا لو رحنا للاستثناء رح نلاقي المجلد والايقونة موجودين بقامة الاستثناء طيب هيك كان شرحنا لليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة